بعض القوى السياسية وليس كلها حتى نكون منصفين بعض القوى السياسية اللي شكلت الحكومة هي جزء أساسي من المشكلة فكيف ستحل المشكلة؟ هذه تحتاج إلى قرار حقيقة قضائي أو قرار سيادي من قبل البرلمان ينفذ رئيس الوزراء يكون مدعوم من قبل البرلمان العراقي من جهور الشام العراقي تعرف اليوم إحنا عندنا رئيس وزراء عراقي نايح من جنسية مزدوجة حتى نقول ياخذ الفلوس وينهزم مثل ما قبله الموضوع أنه الرجل ذو خبرة سياسية وخبرة مهنية في موضوع الإدارة ودارة الوزارات اللي استلمها سابقا نزاها ما علي ملف فساد يحتاج إلى أن يكون إلى دعم حقيقة من قبل البرلمان ومن قبل مجلس القضاء إذن حضرتك ترهن النجاح بوجود قرارات باتة وملزمة باتة وملزمة وهذه تكون ملزمة على كل القوى السياسية خليس الأستاذ محمد بلي ذكرته لأنه اليوم المشكلة هي مشكلة القوى السياسية نفسه ترجمة نانسي قنقر